بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب الأعزاء، مرحباً بحضراتكم في المحاضرة الثانية لنا أونلاين، وهي بعنوان حدود الدعوة أمام المحكمة. في هذه المحاضرة سنتناول الحديث عن حدود الدعوة أمام المحكمة، فسنتحدث عن تقيد المحكمة بعينية وشخصية الدعوة، وكذلك سنتناول القيود الواردة على مبدأ عينية وشخصية الدعوة. نبتدي أولاً بالحديث عن المقصود بعينية الدعوة. يقصد بعينية الدعوة أن المحكمة تفصل في الوقائع التي تضمنها قرار الاتهام، وبالتالي ليس لها أي للمحكمة أن تضيف واقع أخرى غير تلك التي تضمنها هذا القرار. هذا هو المقصود بعينية الدعوة، أي أن المحكمة تفصل فقط في الوقائع التي تضمنها قرار الاتهام. طيب، السؤال ما هي الحكمة من مبدأ عينية الدعوة؟ تقيد المحكمة بمبدأ العينية مفاد أن المحكمة تتقيد بما طلبت النيابة العامة الفصل فيه من وقائع، وبالتالي لا تملك المحكمة أن تحكم في جريمة من تلقاء نفسها. طيب، ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من احترام مبدأ العينية أو تقيد المحكمة بمبدأ العينية هو احترام مبدأ الفصل بين السلطات، سلطة الاتهام، اللي هي السلطة للدعاء النيابة العامة، أيضا سلطة المحكمة اللي هي طبعا المحكمة عندما تنظر الدعوة. إذن هذا هو الحكمة من تقيد المحكمة بمبدأ العينية، هو احترام مبدأ الفصل بين السلطات، سلطة الاتهام، وسلطة المحكمة. أيضا يضاف إلى ذلك أن التحقيق وجوبي في الجنايات، وبالتالي ليس للمحكمة أن تتصل بالدعوة في جناية ما لم تكن محلا للتحقيق الابتدائي قبل ذلك. وبالتالي إذا فحصت المحكمة وقائع لم يتم التحقيق فيها، فإن معنى ذلك أن أدلة الإثبات لم يسبق أعدادها بشكل جيد بحيث يسهل عمل المحكمة في البحث عن الحقيقة. هذه كانت الحكمة من تقيد المحكمة بمبدأ العينية. ما هي النتائج المترتبة على عينية الدعوة؟ نجد أنه يترتب على عينية الدعوة نتائج تتمثل في التالي. أولا بطلان الحكم الصادر بالمخالفة لمبدأ عينية الدعوة. تقيد المحكمة بمبدأ عينية الدعوة مؤداة بطلان الحكم الصادر بالإدانة. إذا فصلت المحكمة في وقائع جديدة لم يشملها قرار الاتهام المرسل من النيابة العامة. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن النتيجة الثانية من نتائج المترتبة على عينية الدعوة وهي سلطة المحكمة في التصدي. ما المقصود بالتصدي؟ نقصد بالتصدي إذا اتضح للمحكمة أن هناك وقائع أو متهمين لم يشملهم قرار الإحالة فإن عليها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم. إذن بمفهوم مبسط جدا للتصدي المحكمة عندما تحيل إليها النيابة العامة قرار متهم بارتكاب جريمة معينة ويتبين للمحكمة أن هناك وقائع جديدة لم يشملها قرار الاتهام أو هناك أشخاص لم يشملهم قرار الاتهام فإن على المحكمة أن تتصدى وبالتالي المقصود بكلمة التصدي أي أن المحكمة ستقوم مقام سلطة للدعاء اللي هي النيابة العامة ستقوم بسلطة الاتهام وبالتالي في هذه الحالة نقصد بالتصدي أن المحكمة ستتصدى للوقائع الجديدة التي لم يشملها قرار الإحالة أو الأشخاص الذين لم يشملهم هذا القرار تطبيقا لذلك قضت المحكمة بأن حق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات إنما هو استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحكمة ولا يترتب على استعماله سوى تحريك الدعوة أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها لماذا؟ لأن المحكمة التي ستتصدى لوقائع جديدة أو لأشخاص لم يرد ذكرهم في قرار الاتهام المحكمة لها أن تختار أحد أمرين إما أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم أو أن تندب أحد أعضاء أحد القضاء أعضاء المحكمة للتحقيق في هذه الوقع الجد سؤال ما هي المحاكم التي لها سلطة التصدي؟ لو تحدثنا عن المحكمة التي لها سلطة التصدي نجد أن صريح نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية تبين لنا أن سلطة التصدي تقتصر على محكمة الجنايات دون محكمة الجنح إذن المحاكمة التي لها سلطة التصدي هي أولاً محكمة الجنايات ثانياً الدائرة الجنائية بمحكمة النقط هذا وفقاً لصريح نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 11 وكذلك المادة 12 لو تحدثنا عن مجال التصدي نجد أن التصدي يشمل أولاً الوقائع التي تشكل جرائم ولكن لم ترد بأمر الإحادة أيضاً يشمل التصدي أشخاصاً غير من رفعت عليهم الدعوة هذا أولاً ثانياً يشمل التصدي جرائم الإخلال بهيبة المحكمة وهي الجرائم التي تقع خارج الجلسة ولكن بسبب دعوة معينة مثل الإخلال بهيبة القاضي أو الاعتداء على شاهد أو التظاهر خارج القاعة هذا هو مجال التصدي ننتقل بعد ذلك إلى مبدأ المبدأ الثاني الذي تتقيد به المحكمة وهو مبدأ شخصية الدعوة ما المقصود بمبدأ شخصية الدعوة؟ شخصية الدعوة تعني عدم جواز رفع الدعوة على أشخاص غير الذين ورد ذكرهم محلاً للاتهام في قرار الإحالة ما الحكمة من شخصية الدعوة؟ الحكمة من تقيد المحكمة بشخصية الدعوة أولاً احترام مبدأ الفصل بين السلطات، سلطة الاتهام وسلطة المحكمة أيضاً هناك حكمة أخرى من تقيد المحكمة بشخصية الدعوة هو أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي بل على مقتضى الأدلة التي تقدم إليه ضد شخص معين وبالتالي هذه هي الحكمة من تقيد المحكمة بمبدأ شخصية الدعوة ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن القيود الواردة على عينية وشخصية الدعوة عينية وشخصية الدعوة تشكل كل منهما القعدة العامة والأصل العام إذن الأصل العام أن المحكمة تتقيد بعينية وشخصية الدعوة ولكن هناك قيود ترد على مبدأي العينية والشخصية تتمثل في ثلاثة قيود القيد الأول وهو المتعلق بسلطة المحكمة في تغيير وصف التهمة فما المقصود بسلطة المحكمة في تغيير وصف التهمة؟ لا تتقيد المحكمة الجنائية بالوصف القانوني الذي تطفيه سلطة الاتهام على الوقع فلها أن تصف الجريمة بأنها جنحة سرقة بينما اعتبرتها النيابة العامة جناية سرقة أيضاً للمحكمة أن تصف الوقع بأنها سب بينما قدرت سلطة الاتهام أنها تشكل قصفاً هذا التغيير في وصف التهمة لا يخالف أبداً مبدأ عينية ولا شخصية الدعوة لماذا؟ لأن القاضي هنا يمارس عمله وهو إعمال القانون وتطبيقه على وجهه الصحيح وبالتالي من سلطة المحكمة تغيير وصف التهمة مع ملحوظة أنه في حالة تغيير وصف التهمة المحكمة لا تضيف وقع جديدة ولا تضيف أشخاص لم يشملهم قرار الاتهام وإنما يقتصر دول المحكمة على تغيير وصف التهمة ننتقل بعد ذلك إلى القيد الثاني والمتعلق بالتعديل في صورة الدعوة ما المقصود بالتعديل في صورة الدعوة؟ للمحكمة أن تعدل في صورة الدعوة أي في ترتيب الوقائع ولا يعتبر ذلك تعديلاً في الواقعة وبالتالي لا يعتبر ماساً بعينية الدعوة أو لا يعتبر تجاوزاً في الوقائع التي وردت بقرار الاتهام ولا يعتبر أيضاً مجرد تصحيح الوقعة كما فهمتها المحكمة من قبيل تعديل التهمة تعالوا معايا ناخد مثال على التعديل في صورة الدعوة قرار الاتهام من النيابة العامة كان بيعتبر المتهم فاعل في الجريمة وعندما أحيل أحالة النيابة العامة الدعوة للمحكمة وأثناء نظر المحكمة للدعوة اتضح لها أن هذا الشخص الذي أحالته إليها النيابة العامة بوصفه فاعل في الجريمة اتضح للمحكمة أنه ليس فاعل وإنما هو شريك فبالتالي هنا تغيير صفة المتهم من فاعل إلى شريك في هذه الحالة يعتبر تعديل في صورة الدعوة أي في ترتيب الوقائع وبالتالي لا يخالف أبداً ولا يمس بعينية الدعوة أيضاً لا يستوجب تنبيه الدفاع يعني المحكمة لو غيرت صفة المتهم من فاعل إلى شريك هذا الأمر لا يستوجب تنبيه الدفاع لأن هذا التعديل لا يتضمن إضافة وقع جديدة ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة وبالتالي لا يستوجب من المحكمة تنبيه الدفاع لهذا التعديل القيد الثالث من القيود الوردة على عينية وشخصية الدعوة يتمثل في تعديل الوقائع بالحسف أو الإضافة تعديل الوقائع بالحسف أو الإضافة تعالوا معي نتعرف على المقصود بتعديل التهمة بالحسف من سلطة المحكمة أن تعدل التهمة بحسف عنصر أو أكثر من عناصرها مدامت لم تضف وقع جديدة إلى قرار الاتهام نخلي بالنا من الجملة الأخيرة طالما أن المحكمة لم تضف وقع جديدة إلى قرار الاتهام إذن ممكن تعدل من التهمة بالحسف لو أخذنا مثال على تعديل المحكمة للتهمة بالحسف النيابة العامة أحالت المتهم للمحكمة بتهمة ارتكابه جريمة قتل مع سبق الإصرار وأثناء نظر المحكمة للدعوة تبين لها أن عنصر سبق الإصرار غير متوافر فهنا للمحكمة أن تعدل التهمة بالحسف فلها أن تجعل التهمة قتل غير مشدد قتل غير مشدد إذن هنا المحكمة لم تخالف أبدا مبدأ عينية الدعوة لأنها لم تضيف أي وقع جديدة إلى قرار الاتهام وإنما حزفت فقط شيء يتعلق بالركن المعنوي أيضا لو تحدثنا عن تعديل التهمة بالإضافة نجد أن للمحكمة أن تعدل التهمة بالإضافة ولكن يتعين عليها هنا وهذا على عكس ما سبق اللي هو المتعلق بتعديل التهمة بالحسف في تعديل التهمة بالحسف المحكمة غير ملزمة بتنبيه الإيه؟ بتنبيه الدفاع إلى هذا التعديل أما في تعديل التهمة بالإضافة لا هنا يتعين ويجب على المحكمة أن تقوم بتنبيه الدفاع وإن لم تفعل ذلك فقد أخلت بالحق في الدفاع سأتناول مع حضرتكم قضية عملية حيث تم فيها محكمة أول درجة أدانة متهم بارتكاب جريمة خيانة أمانة ثم بعد ذلك طعن محامي المتهم أمام محكمة الاستئناف فأدانة محكمة الاستئناف المتهم عن نفس الجريمة بإيه؟ ولكن بوصف مختلف أدانته بجريمة النصب المعاقب عليها بإيه؟ بنص قانون العقبات المتعلق بتجريم النصب هنا اعتبرت محكمة النقض هذا الذي أجراه الحكم الاستئنافي هذا التعديل الذي أجراه الحكم الاستئنافي يتضمن تعديلا في التهمة ووصفها مما كان يقتضي تنبيه المتهم لأن المحكمة الاستئناف لم تنبه المتهم إلى هذا التعديل في التهمة وبناء عليه اعتبرت المحكمة الحكم باطلا لأنه بني على إجراء باطل مما أخلى بالحق في الدفاع إذن هنا في حالة التعديل بالتهمة بالإضافة يتعين على المحكمة أن تقوم بتنبيه الدفاع أيضا هناك ضرورة احترام الحق في الدفاع لأنه لا يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة إذا انتهت المرفع وحجزت القضية للحكم ففي هذه الحالة يتعين على المحكمة أنها لا يجب أبدا أن تقوم بتعديل التهمة بكده نكون تحدثنا في محاضرة اليوم حدود الدعوة أمام المحكمة عن القاعدة العامة التي تحكم حدود الدعوة أمام المحكمة وهي التقيد بمبدأ العينية والشخصية ثم تحدثنا عن القيود الواردة على عينية وشخصية الدعوة الله نلتقي في المحاضرة القادمة ونتناول الدعوة المدنية أمام القضاء الجنائي مع تمنياتي لحضرتكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله